موسيقى ممسيقى عليك بالخير وحياة شاء الله معنا اليوم في برنامج عسيف ولكن قبل أن نبدأ معاك المحاور خلن نشوف هالتقرير ونرجع للإشتاري موسيقى موسيقى الكويتية في المركز الثاني بقائمة أكثر النساء أناقة على مستوى الوطن العربي هالشي سبق وأن ذكر في أحصائية مشرت مؤخرا وهي اللي راح تخلي بناتنا أمام مسؤولية أكبر بمسألة اختيار الأنسب لهم علشان يطلعون بشكل أنيق ترشيح الكويتية وفوزها بمركز متقدم بالأناقة كان وراء ويد أمور منها وجود مصممات أزياء الكوتيات وميزات في هذا المجال منحوها ملابس أظهرتها بالشكل المطلوب من أبرزهم ضيفتنا اليوم المصممة الرائعة هديلش كاناني اللي راح نحورها عن أسلال أناقة الكوتيين والكوتيات ورح نعرف منها الطرق الأفضل لاختيار أنسب الملابس شفنا التقرير مع بعض هديل وماشاء الله أنت تعرفين يعني بالكويت والخليج عامتها يعني يهم البنت الأناقة وأنها تحافظ على أناقتها وشذي لوين ممكن تشوفين تقييمة كونج أنت في هذا المجال هل هما واصلي للتاركت أو مثلا البنات ما قاعد يفرقون بنوعية وطبيعة الأزياء اللي لازم يلبسونها لعدة مناسبات سواء نهارية مسائية كانت كوكتيل كانت أعراس يعني مناسبات عديدة نورة إذا بنتكلم عن الكويتية لا أنا أعتقد أنها تعدد التاركت يعني ماشاء الله بناتنا بيرفكت يعني عارفين شنو يلبسون ومتى يلبسون وفي أي مناسبة يلبسون الشيء مثلا السورشيك متى يلبسون السوريه لا الكويتية خلص ما عليها كلام ما فيه تعليق عليها إذا بغلنا نتكلم عن الأناقة هل الأناقة فعلا بس اللبس ولا حتى مثلا تصفيف الشعار أو في طريقة مثلا حركة الإيد الأسلوب القاعدة القومة يعني الضمنها تكون الأناقة يعني هي طالب مفهومة ووايد متكامل وكبير يمكن مثل ما تفضلت أنه أكيد الأناقة تعتمد على اللبس والطلة والمكهب والشعر وفي أمور بعد وايد وايد ديتيلز يعني إذا بندخل فيها ما نخلص لك من وجهة نظري إذا توفرت الأناقة النفسية كانت هي الأساس حق الأناقة الخارجية إذا بتقول لي شنو الأناقة النفسية بقولك يعني مثلا حسن تصرف مثلا حسن يعني شي قلت لنا الإنسان يصون الإنسانة يصون كلماتها يعرف يتصرف هذا بروحها يعطي أناقة هذه لباقة بالكلام يمكن أكيد تدعم موضوع الأناقة أي بالضبط يعني لازم تكون فيه أناقة نفسية من الداخل علشان تدعم الأناقة الخارجية هذا نسل مثلا والله ذكرتيني فيه دائما كان يقولون إياه مولح لم أدرش ما قد يستخدمونه شنو من برها هلا هلا ومن دخل يعلم نهاية قشرة يعني برها يكون الأنار عندها مشابهة لشكلها وأناقاتها الموجودة في دراسة مثل ما سمعنا في التقرير أن الكويتية قد تفوقت على يعني حتى البلدان العربية المرأة في البلدان العربية ومشاء الله خذينا في التصنيف الثاني في الأناقة يعني حتى أنا الحين لما أنا قاعدة أقرأ التقرير قاعدة أقول إحصائية قاعدة أشوف أنه بنهاية دراسة يعني ممكن تتغير بين لحظة وأخرى أنا أشوف حالين الكويتية نمبر ون يعني لاحظي مثلا حتى الناس من بره الكويت حتى الدول اللي كانت إياه بالسابق منارة حق مثلا الميكاب واللبس قاعدين يشوفون بناتنا ويتبعونهم يعني أكيد السوشال ميديا بس دليل يعني هذا الدليل الكويتية بالميكاب الكويتية باللبس صحيح كل شيء سأتكلمين عن الكويتية وتقولين نمبر ون هل لأنها تلبس ماركات وعندها تشتري لا شاطرة أنها تلبس اللبس اللي ناسبها وطالب قاعدة تواكب الموضة بين قوسين مع وجود ضوابط يعني بالنهاية في ضوابط حشمة بالكويت يعني في محجبات بس شوفوا شلون قاعدين يطلعون بطريقة صح بميكاب صح بلبس صح من غير لا يشوهون منظر المتحجبة وبعد يكونون سوبر تريند يعني على آخر موضة فهذا شيء صعب صحة وحنا نشوف حين وايد على مواقع التواصل الاجتماعي أن في وايد بلوغرز يدعمون يعني آيكونز للفاشن صح أيضا في ظاهرة يديدة يعني اللي هي الستايلست اللي هي مثلا المنسقة أو اللي يتلبق الأزياء على بعض وتنسق شرا يجب هذه الظاهرة؟ بالأكس حلوة هذه الظاهرة هذه دائما يمكن خذوها من المولات اللي بره أو الشوبسي يعني مثلا اللي بره دائما يكون فيه دائما ستايلست صحيح في المتاجر الفخمة يعني دائما اللي يطلبون هذه الأشياء الناس اللي لايف ستايل ما لهم يكون خلاص معدوم أنهم يتابعون الموضة صحيح ممكن تخصصات الكثيرة في يوصل الشخص إلى مرحلة أن يكون مستشار يستشيرون في أمور مثلا خلنتكلم عن الطب استشاري هل في عندكم أنت وأيضا توصل إلى مرحلة الاستشاري أن أتيت واحدة تقول لك شلون ألبس شلون أسوي حياتي شنو أختار الألوان علي أنا وتعطينها استشارات تخلي منها طبعا ممكن إذا طلب مني عبدا يعني ما أردت يعني أي إنسان ولكن بس الحين فيتش ذي وصلته إلى مرحلة ماكو الكل يعرف كل واحدة عارف عقروح عاد على طهر الاستشارات هو يقول لأنه يعني ممكن تقدمين استشارات في بعض البنات خصوصا المتزوجات يعني إذا بغت تلبس على قولتهم اللبس يعني أقرب على قولتهم على المقربون استشاريها ممكن يكون زوجها وحيانا أنت تقول لأش رايك بهذا ما يعجبه مشكلة هذه نور مشكلة أنا أقول وجهة نظري أنا أعتقد أن ذوق الريال يختلف تماما عن ذوق المرأة بس هي المفروض ترضي يعني هم من بشكلها أي أوكي هي راح ترضي بشكلها وهو راح يجاملها بذوقها لأن الريال ذوق أساسا يختلف عن ذوق المرأة ثانيا أن الرجل ينظر حق زوجته على أساس ضوابط يعني مهما يكون في غيرة ممكن يغار عليه عنده ضوابط معينة في اللبس ممكن شيء معاجبة وما يريد يضايقها وما يريد يجرحها وما يريد يقول لها مو حلو وممكن ما يكون عنده ذوق بالأساس في اللبس بس أنا أعتقد أنه بس يعني قبل أن يسأل طالب سؤاله أعتقد حيانا حتى اللبس المحتشم عندنا نحن بعد المتحجبات حتى اللي مو متحجبة تلاقينها لابسة مثلا تنورة طويلة وإلا ماكسي سواء ترند ولا مو ترند يعني تلاقينها هم من حلو شكلها يعني يعني مو غلط ضوابطة عليها بالعكس أنا أشوفها من الأصح يعني لا هو إجمال أنا ما أقصد فيه أن المرأة تبي تلبس لبس مثلا مبتذل أو شيء لا فيه ضوابط معينة عند الرياض يعني ممكن خلاص حتى إذا اللبس يكون محتشم يمكن حتم بالألوان يخب بالألوان بالضبط فيه ضوابط خلنت كلها من العمر الوزن فيه ناس مثلا تلقى تقول لها أنت بهالعمر تلبسين هاللون هل فعل فيه ألوان خاصة حق عمر معين وكذا؟ طالب والله أنا أشوف يعني عمر الستين حق المرأة الحين مو نفس عمر الستين مال قبل ثلاثين سنة مال قبل صح لا يعني قبل الستين عادي خلاص تشوفها بعباتهم متكمكمة الحين الستين تشوفها بقمة أناقتها وجمالها وتطلع وتلبس لبس يعني صار فيه تغيير يعني العمر صار نسبيا نختلفها الحين مو نفس قبل ومثلا مثال على ذلك كذا الوزن خنقول مثلا تشوف الحامل الحامل مثلا مثال على أن الوحدة تكون مو بالوزن والشكل اللي هي المفوضة تكون عليه ممكن الحامل تطلع بشكل أنيق بشكل مختلف عن كابل بضبط أنا ما تكلم عن الوزن السمنة الزايدة بس حتى لو كان فيه زيادة بالوزن ممكن إذا الوحدة تعرف حق نفسها وشاطرة ممكن تطلع بقامة ممشوقة مرتبة ويحبذة طبعا لو كان الوزن يعني فيه رشاطة بالموضوع أكيد بيكون خلنتكلم عن الرياية اللي شوية حلو نحن نلبس الدجداشة والقطرة والعقال كلها نفس اللون يالا سود قترة بيضة شون تصير عنيقين يعني شون الشاب يصير عنيق هل في ناس يقول لك لا بالدجداشة انسى تصير عنيق لازم تلبس كاجوة لا بالعكس لا بالعكس رزع الدجداشة همبع الطالب يعني مثلا في قصة معينة حق الدجداشة فيه ألوان معينة فيه نسفة تي معينة حق الغترة نوعية الغترة يعني حتى المقتر يقدر يكون أنيق طبعا ليش يعني فيه طلة معينة حق اللبس الرسل طبعا كلها تأثر تكرم الشوز لمن يلبسها عطرك لمن تحطها القلم بالضبط كلها يأثر ايه ليش لا لا فيه فيه لها طلة فيه لها طلة طبعا يعني ما شاء الله كان على بالي الصراحة لرعيين يمكن مثل ما هو طرح أن البنت تكون أكثر في الأناقة يعني يمكن تبرز الألوان تبرز تصميمات كثيرة ممكن تكون قطعة براند مو براند تنسيق يكون مختلف نبي توجهين كلمة للبنات كونت شنتي مصممة وليش في التنسيق والأناقة والاستشارات شنو ممكن تقولي لهم عبر عصيف نورة أنا عندي ملاحظة بسيطة صاير فيه يعني أن البنت دائما تفكر يمكن بعد أنا أشوفها من جالب أنه فيه وائد التزامات عندها أنه مثلا قطعة واحدة ممكن تخليها حك أكثر من مناسبة يعني تفكر لما تاخد قطعة يقولها القطعة ريسايكل يعني هذا الشيء ممكن قاعد أشوف أنه فيه غلط يعني أنا رايح أعرس العرس حالات البنت كل أرسس واري يعني لا قاعدين مثلا يلبسون ممكن يغلطون يلبسون لبس مثلا عياد ميلاد حق اللي والكوكتيل يدخلون على بس هذا الشيء البسيط غير تشذية والله الكويتية ما عليها أي ملاحظة جميل خذانا الوقت معاك هذه اللي ممكن فعلا لازياء ممكن عالم ما ينتهي صح صح واتوقع كل سنة يمكن الموضوع تختلف عن الأخرى كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم في عصيف إن شاء الله بعد نورين فقرة المرأة أيضا عندهم اهتمامات في هذه الفقرة في عصيف أيضا عن الأزياء وإن شاء الله نشوفت مرات ياية طبعا الحمود عادل شرح حجة عننا عادل دائما حمود مزهب لنا شغلات غريبة وعجيبة في عالم التكنولوجيا اشتركوا في القناة